على الصعيد السياسي قال رئيس الروسي فلاديمير بوتن إن سوريا تحتاج إلى البدء في العمل على صياغة دستور جديد كخطوة أولى للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وأضف بوتن في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية أن الحديث عن إمكانية منح الأسد حق اللجوء السياسي في روسيا سابق لأوانه معتبرا أنه يجب إعطاء الشعب السوري إمكانية للتعبير عن رأيه فيما يتعلق بمصير الأسد شكرا